يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد الجمعة في قصر بعبدة في جلسة يتوقع أن تكون حافلة بجملة تعينات مرتقبة هذا هو جدول الأعمال الذي ستناقشه الحكومة الجمعة والمؤلف من 11 بندا كلها بنود عادية باستثناء البند 11 هذا والذي يقع تحت عنوان تعينات مختلفة ومن ضمنها أربعة بنود هي الأتياء محافظ مدينة بيروت رئيس مجلس الخدمة المدنية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه إلا أن اللافتة هو ما كتب هنا ومفاده على أن يصار إلى توزيع السيارة ذاتية للمرشحين قبل موعد جلسة مجلس الوزراء معلومات الأوتيفي تفيد بأن التوجه لإقرار هذه التعينات الجمعة وفي تفاصيل بعض المراكز الإدارية التي كانت تشكل خلافا حول أسمائها أكدت مصادر خاصة مطلعة أن توافقا واتفاقا تم على اسم بديل لمحافظ بيروت السابق زياد شبيب والمرجح أن يكون القاضي مروان عبود أما رئيس مجلس الخدمة المدنية فتؤكد مصادر مطلعة أن الاسم لم يحسم نهائيا بعد ولو أن الأكثر ترجيحا هو القاضي غسان عويدات وفي هذا الإطار كشفت المصادر أن السيارة ذاتية للمرشحين ستوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد جلسة الحكومة لإبداء رأي فيها أي مبدئيا الأربعاء هذا فيما خصت تعينات الإدارية أما التعينات المالية والتي كانت شكلت الخلافة الأبرز سابقا وتشمل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية فأفدت معلومات خاصة للأوتي في بأن جهودا كبيرة تبذل بهدف تأمين توافق حول مختلف الأسماء وفيما لو تم التوصل لاتفاق نهائيا بشأنها فهي قد تعود لتدرج على جدوى الأعمال جلسة الحكومة الجمعة إذ لم يعد بالإمكان الذهاب لتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون إنجاز هذه التعينات تختم المصادر إلا أن مصادر حكومية استبعدت في المقابل التوصل لهكذا اتفاق بشأن التعينات المالية قبل الجمعة ولو أنها أكدت أن كل هذه التعينات ستأتي بأسماء جديدة لأقديمة